شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية الاحتفالة الذي نظمته شؤون الجمارك بمناسبة يوم الجمارك العالمي والذي يوافق السادس والعشرين من يناير من كل عام وذلك بحضور سعادة نائب وزير الداخلية ومعالي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وسعادة رئيس الأمن العام ومعالي وكيل وزارة الداخلية وتضمن الاحتفال تنشين استراتيجية شؤون الجمارك للأعوام 2017-2020 والتي رعي فيها الانسجام مع الرؤية الاقتصادية 2030 وما اجتمل عليه برنامج عمل الحكومة خلال الملتقى الحكومي الأول العام الماضي بالإضافة إلى توجهات منظمة الجمارك العالمية للأعوام القادمة وجاءت الاستراتيجية نتاج دراسة علمية ومهنية تلبي متطلبات العمل وتضع الخطوط العريضة والأسس العامة للعمل الجمركي من خلال التركيز على عدد من المبادئ أهمها التوثيق والوضوح في تدوين الإجراءات العملية لتكون الاستراتيجية مرجعاً معتمداً بهدف إرساء الشفافية والمؤسسية في العمل وبهذه المناسبة أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي تقوم بها شؤون الجمارك مضيفاً أن للجمارك دوراً أمنياً هماً وآخر يتعلق بتسهيل حركة المسافرين وتطوير التجارة ودعم النمو الاقتصادي بشكل عام وأشهد معالي وزير بمبادرة إطلاق استراتيجية شؤون الجمارك للعوام 2017-2020 والتي تنتقل من العناوين إلى جراءات عمل يفهمها العاملون من مسؤولين لأصغر شخص يعمل في المؤسسة مؤكداً أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها الاستراتيجية وعرب معالي عن تشجيعه نخبة من العاملين في الجمارك لهذه المؤسسة العريقة للتقدم بأي مبادرات أو توصيات من شأنها رفع مستوى الأداء الجمركي في إطار المشاركة المهنية وأشدد معالي الوزير على أهمية استمرار عجلة التطوير في الجمارك خصوصاً وأن إعادة هيكلة وتنظيم الجمارك وتطبيق هذه الاستراتيجية سيكون له دور إيجابي في تطوير مستويات الأداء معربان عن شكره لرئيس الجمارك على ما يقوم به من جهود طيبة في رفع مستوى الجمارك وتقديمه استراتيجية جديدة تمثل قاعدة ونقلة طيبة للتطوير كما عرب معالي عن شكره لفريق العمل القائم على وضع الاستراتيجية من جهته عبر معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس الجمارك في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة عن خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية على دعمه ومساندته لشؤون الجمارك موضحا أن هذه الاستراتيجية جعلت من بناء ورفع قدرات الموظف الجماركي أساسا والتميز في خدمة العملاء والشركاء هدفا وتلبية تطلعات القيادة الرشيدة والحكومة الموقارة شعارا وأضاف هذه الاستراتيجية تم إعدادها داخليا وبمشاركة بناء من كافة الإدارات الجماركية إمانا بأهمية وضرورة تعزيز العمل المؤسسي ليكون مواكبا لمتطلبات المرحلة المقبلة كون التحدي الأكبر يكمن في كيفية تطبيق مفاهيم تيسير حركة السفر والتجارة المشروعة من جانب وتعزيز الأمن وحماية المجتمع من جانب آخر ومشيدا بالدور الحيوي الذي يؤديه شركاء الجمارك في كافة القطاعات لإكمال وإنجاح مهمة شؤون الجمارك وأشار الرئيس الجمارك لأن شؤون الجمارك تطمح لبلوغ أهدافها من حلول عام 2020 لتحقيق المهمة المرجوة من الاستراتيجية وذلك من خلال تقديم الاهتمام والرعاية لكافة منتسبيها بهدف تطوير قدراتهم وتوفير احتياجاتهم وهو الاستثمار الأكبر الذي نعول عليه لتحقيق التطور المنشود والاستدامة في الأعوام المقبلة وقد تم خلال الاحتفال عرض فيلم وثاقي حول استراتيجية شؤون الجمارك والأهداف التي تسعى لتحقيقها انطلاقا من المبادئ التي تقوم على أساسها وأهمية التواصل المستمر مع شركاء الجمارك في إطار العمل على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية هذا وقد قام معالي وزير الداخلية بتكريم عدد من الجهات ذات العلاقة بعمل شؤون الجمارك وعضاء فريق عمل إعداد الاستراتيجية وعدد من موظفي شؤون الجمارك حيث أشاد معالي الوزير بجهودهم متمنيا لهم التوفيق في خدمة الوطن شرفنا اليوم في احتفال اليوم العالمي للجمارك بتشريف معالي وزير الداخلية لهذا الحفل الذي يحمل شعار تحليل بيانات لإدارة حدود فعالة هذه المناسبة السنوية التي تحتفل فيها منظمة الجمارك العالمية تغديرا للجهود التي يبذلونها منتسبي شؤون الجمارك حول العالم وفي هذه المناسبة انتهزنا الفرصة لتجهين استراتيجية شؤون الجمارك للأعوام 2017-2020 والذي نأمل من خلالها من أن نحقق المعادلة بين تأسير التجارة وحركة السفر المشروعة من جانب وتعزيز أمن المملكة وحماية المجتمع من جانب آخر الاستراتيجيات بشكل عام تعطي الجهاز الوظيفي وضوح في العمل وتعطي المسؤولين بالقدرة على المحاسبة وكذلك تعطي العملاء والشركاء شفافية وما نأمله اليوم هو رفع وبناء قدرات كافة منتسبي الجمارك لتحقيق الاهداف المنشودة خلال العوام القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة